الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى بنورهم ولم يقل بنارهم يقول الله تعالى في مطلع سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون في هذه الآية ضرب الله تعالى مثلا للمنافقين يطابق حالهم فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فهم كمن كان في ظلمة عظيمة وهي ظلمة الكفر وكان بحاجة للاستضاءة فاستوقد نارا أي طلب من غيره أن يوقل له نارا وذلك أن المؤمنين أضاءوا لهم بالإيمان فلما أضاءت ما حوله أي فلما نظر المحل الذي هو فيه وأمن ما فيه من المخاوف وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وذلك حال المنافقين لما انتفعوا بالإيمان من ذلك أنهم حقنت دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فبينما هم في حال الانتفاع من النار إذ ذهب الله بنورهم وذهب معه السرور وبقوا في ظلم متعددة كظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور فبينما المنافقون على ذلك الحال من الأمن إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بنور الإيمان وحصل لهم كل هم وغم وعذاب حصلت لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار والسؤال لماذا قال جل في علاه ذهب الله بنورهم مع أن المذكور في المثل إنما هي النار فلماذا لم يقل ذهب الله بنارهم جوابه لأن النار التي استوقدوها فيها صفتان صفة النور والإضاءة من جهة وصفة الإحراق من جهة أخرى فلما لم ينتفع المنافقون بنور الإيمان سلبهم الله هذا النور جزاء لتركهم الإيمان في الدنيا وأبقى الله تعالى لهم صفة الإحراق فقط وذلك من بلاغة التعبير في كلام الله تعالى والله تعالى أعلم استفدته من تفسير السعدي وغيره من التفاسير تابعنا بالتعبير في كلامنا